ثم أحباء الشيء رابع إنه جهاد الجندية المسحية الكتاب بطالبنا إنه نعيش حياة الجندية لكن مش الجندية الأرض مع إنه بولوس بيتكلم عن الحرب الروحية وكان في السجن يتطلع على الجند الروماني ويتكلم عن أنواع الأسلحة لكن يتكلم بشكل روحي لاحظ مقال الرسول بولوس إنه جهاد الجندي المسحية فاشترك أنت في احتمال المشقات كجندي صالح ليسوع المسيح ليس أحد وهو يتجند يرتبك بأعمال الحياة لكي يرضي من جنده بالنسبة للرومان الجندي هو جندي كل حياته لا يرتبك بالأمور السياسية وأعمال الحياة الدنيوية عايش في غرض واحد إنه يخدم الوطن وإن يكون جندي صالح للقائد مشان هيك أحبائي كان مهم جدا بيتكلم عن حياة الولاء والانتماء والطاعة والخضوع الكامل للقائد بس لاحظ أحبائي في آية خمسة مكتوب وأيضا إن كان أحد يجاهد لا يكلل إن لم يجاهد قانونيا وهون طبعا بيتكلم يعني بيتكلم عن الرياضة بس بيتكلم هون في السياق الحديث الجندية الجندية المسيحية هو الجندي اللي فعلا حاطت هدف إنه يحمي الوطن ويكون مطيع وعنده ولاء للقائد قال الرسول بولوس ولكنني لست أحتسب لشيء ولنفسي ثمينة عندي حتى أتمم بفرح سعي والخدمة التي أخذتها من الرب يسوع لأشهد ببشارة نعمة الله هذه هي حياة الجندية حياة الجهاد في الجندية ابقوا معي أحبائي سأواصل لحديثي بعد هذا الفاصل القصير